اشتركوا في القناة التي ترتكب كل يوم في حق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي والعالم كله يشاهد جرائم إبادة جمعية ومحاولات تهجير قسري فآلة الحرب الصهيونية بدعاية أعلامية كاذبة وبطواطئ الكثيرين تدعي أنها مرة أخرى ضحية ولكن سفها الأعلام الغربي نفسه ادعاءاتهم وأكاذيبهم وفند تصريحاتهم ودعويهم أننا نؤكد ما كانت منظمة التحرير الفلسطينية تؤكده كل يوم نؤكد عهدنا على مواصلة مسيرة النظال بالكلمة الأمينة المعبرة عن الطلقة الشجاعة من أجل تحرير كامل الوطن المحتل بالجماهير العربية معبأة ومنظمة ومسلحة وبالحرب الثورية طويلة الأمد أسلوبا حتى تحرير فلسطين كل فلسطين وندعو المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته كاملة وأن تطبقه القوانين الإنسانية التي تم وضعها على شعب فلسطين وضعوها وتنكروا لها فبأي ذريعة يمكنه أن تتذرى أي واصمة في العالم حينما يستهدف الأطفال وهم في البيوت أو بالمستشفيات تطايرت أشلاء أجسادهم البريئة في كل مكان كما ندعو كل شعوب العالم كل إنسان في العالم كل إنسان حر يستبطن الحد الأدنى من القيم الإنسانية أن يتحركه من أجل وقف هذه المذابح أن الساعة اليوم ليست ساعة شجب وتمديد فقد عشنا عقودا ونرى المذابح والمجازر ولم نرى في أكثر الأحيان ألا اجتماعات ليس من ورائها أي طائل فعلى كل إنسان حر أن يقفه إلى جانب شعبنا في فلسطين أن يناصره لاسترجاع حقه المسلوب وعلى كل إنسان حر أن يضع حدا لعربدة الحركة الصهيونية حدا لجرائمها وحدا لعربدتها لقد أرادوا على مدى عقودا من الزمن أن يستبطن شعبنا العربي ثقافة هزيمة ولكن اليوم الشعب الفلسطيني والشعب العربي أظهر أنه شعب غير مهزوم الساعة اليوم هي ساعة يجب أن يقف فيها كل أحرار العالم إلى جانبه شعبنا في فلسطين هذا موقفنا الذي لن نحيد عنه أبدا وهذه هي قناعتنا التي لن نتنازل عنها أبدا من حق الشعب التونسي ككل أشعوب الحرة في العالم أن يعبره عن موقفه الثابت من الحق الفلسطيني ندعوه إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعوه أن لا يتعرضه لأحد لا في جسدي ولا في ملكه ولا في عرضه لا نريد أن يقال أننا ضد اليهود ليسنا ضده اليهود لم نكن أبدا نحن سبب في المحارق التي تعرض لها اليهود القضية هي قضية معركة ضد الصهيونية العالمية ولا تراجع في هذا الموقف سنعمل مع كل أشقائنا في العالم الذين يقفون إلى جانب الحق الفلسطيني حتى يستعيد الفلسطينيون أرضهم كاملة وأن يقيموا على أرض فلسطين كل فلسطين دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لم نجتمع بطبيعة الحال في هذه الساعة للتمديد والشجب ولكن لبيان هذا الموقف في هذا الوضع الذي تعيشه الأمة كلها ترجمة نانسي قنقر